لا يزال الخوف من انتشار فيروس كورونا في الجارة ايران حديث الناس وشغلهم الشاغل في كل ساعة وفي بابل يتصدر الحديث عن ضعف الخدمات الصحية والقلق من عدم القدرة على مواجهة الفيروس في حال الاصابة به انا ما عندي هسان العاطلين ما عندي داع الدراتي بيخضورات لا حصب حصب الله كبير اكثر ما يعدنك انها زين ما عندهم يجيب السموه اسألان انا واجه معه ناس معلو والله كاتلنا الفقر فردو هسان انا ناشد الحكومة اذا هم وسموه الحكومة يكونوا بالقارج تعدي مرتاحين وعلاجات موجودة غاد ومليارات يضرون بيه بس هسان المقروض وغيري وغيري عشان ما نخافي لانه فقرين نجيب عمي ما السيصين عندهم وماتوا كل عالم بيران شسمه هم خافين بالاردن وبسوريا والدول زين ديشة بالله زينة دواء بس عنا يعني ما عندنا سقول دواء ما عندنا وهذا بس انت الباك معينا المطالب من الجهات الحكومية بضرورة تشديد الاجراءات وتوفير المواجهة الطبية اللازمة في المستشفيات هي لسان حال الجميع فيسبب لهذا المرض يعني كل شيء سيحنا العانى وخايفة من عنده حسه هو ذات صين ما دايسة ولا حال ايران يسمى انتشر والحدود الايرانية مسدودة مفتوحة يعني احنا اصلا ما عندنا اي جهاز حراري يقسون يعني يفحصون اللي يدخل للعراق زين نسا هم يعني لوزارة الصحة بصورة عامة وزارة معدومة الحياة يعني بالاسم مزارة وياخذوا الرواتب بلاش ويستلمون ملايين والعالم دا تموت يعني هاي الدول متقدمة بالطيب وما قاعد تلقى لا علاج ولا قاعد تلقى فالأدوية فالكذا فالكذا لهذا المرض ماكو بس على الله ويحنا انه الله وانه الله يراجعون والله كريم لا اصابة بكورونا بينما يعبر المواطنون عن قلقهم لكثرة المصائب وضيق الحالة ورسالة كل مواطن انه ما عاد يحتمل فيروسا او مرضا لطالما بلي بامراض الفقر وسوء الخدمات وقلة الحيلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر